استشهد طفل وأصيب آخرون من أسرة واحدة جراء انفجار مقضوف مخلفات الحرب في محافظة مأرب وضاف المصدر أن الطفلة تواضع صالح خالد صبر استشهدت جراء انفجار مقضوف في مخيم السويدة شمال غرب مدينة مأرب واشار إلى أن الانفجار أدى لإصابة طفلين وهما عبد الحميد صالح خالد صبر وعمر خالد صبر وبين الفينة والأخرى يسقط ضحايا في صفوف المدنيين زراء الألغام الحوثية ومخلفات الحرب بمختلف المحافظات اليمنية